اشتركوا في القناة وأكد سمو أن مملكة البحرين ترتبط بعلاقة وطيدة مع الشقيقة دولة الامارات العربية المتحدة في مختلف الانشطة والفعاليات مشيرا سمو بما توليه مملكة البحرين ودولة الامارات من اهتمام بتعزيز علاقاتهم الثنائية المتميزة التي تتسم بالمحبة والأخوة ووحدة الموقف في كافة المجالات وعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للدور البارز الذي تلعب شركة اعمار العقارية الاماراتية في دعم مختلف الانشطة الرياضية والاجتماعية مشيرا الى شركة اعمار احدى الشركات الكبرى التي كان وما زال لها دور بارز في مختلف الانشطة الرياضية والاجتماعية وهو ما يساهم بتحقيق اهداف عديدة في تنمية المجتمع معربا سمو عن اعتزازه بالدور البارز الذي يلعبه مؤسس ورئيس مجلس الادارة السيد محمد العبار من جانبه قدم السيد محمد العبار جزيل الشكر والتقدير الى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على حفاوة الاستقبال مشيرا الى ان سموه يول اهتماما كبيرا بكافة المجالات الرياضية والاجتماعية وغيرها وهو ما يؤكد حرص سموه على دعم مختلف اطياف المجتمع وقال السيد محمد العبار ان شركة اعمار ستكون داعما باذن الله للعديد من الانشطة التي تقام على ارض مملكة البحرين خلال الفترة القادمة من اجل التأكيد على حرص الشركة بنجاح الفعاليات والانشطة التي تقام على ارض المملكة الغالية اشتركوا في القناة